ارتفعت حصيلة قتل الفيضانات الناجمة عن أمطار غزيرة في غرب اليمن إلى 16 شخصاً مع تواصل عمليات البحث الخميس للعثور على أكثر من 20 مفقوداً بحسب قناة المسيرة التابعة لأنصار الله الحوثيين وطلت الأمطار الغزيرة التي تهطل في غرب البلاد منذ أسبوع محافظة الحديدة أيضاً وأعلنت حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً أنها شكلت غرفة عملية لتنصيق أعمال الإغاثة ونبهت الأمم المتحدة في أبا أغسطس الحالي إلى حاجة ملحة لمبلغ 4 ملايين وتسعمائة ألف دولار لتوسيع نطاق الاستجابة العاجلة للظواهر المناخية الشديدة في اليمن ترجمة نانسي قنقر